أمير علاء كاظم حياك الله أموري وشرفتني بأول أطلالاتك وهذه أول مرة أن تظهر للإعلام والبرامج الرياضية ونعرف تفاصيل كثيرة عن أمير أهلا بيك أستاذ نبيل وسلامي إليك وضيفك الكريم والوادي كابتن علاء كاظم تحياتي إليك ما راح أبدو يا الكابتن بالبداية أريد أسمع عنك أخبارك يعني هذه الفترة كلها من نسمع إحنا أمير بن كابتن علاء كاظم وبصراحة البعض يتوقع أنه بعده أنه صغير مو بهذا العمر مو بهذه الإمكانية أنت وين كل هذه الفترة علاء ما يخليك تتواصل أنت ما تواصلت ما تريد تستغل اسم علاء كاظم فهمني والله صراحة يعني صحي أنا صحي متأد لأنه تعرف يعني كنت ألعباني كنت ألعب بسبانيا لعبت بوقيت بسبانيا تقريباً سنة ونص لعبت هناك درجة ثالثة كنت أشتغل على نفسي يعني هوايا شتغل على نفسي لأنه تعرف أنا ما أحب أقول أنا أبن على كاظم أو أريد مثلاً واحد يساعدني وواحد يوصني وأجي بواسطة أو أي شيء بالعكس أنا أشتغل على نفسي أتدرب لعبت تجارب سنة عندي هواية يعني بسبانيا لعبت بإيطاليا لعبت رجعت في كندا لعبت والحمد لله وشكر يعني هذا كل هذا يعني شغل الهارد وورك يعني هسا دينتج فتشي يعني هسا الحمد لله وقعت مع فينكوفر أفسي وإن شاء الله يعني تكون تكون هاي يعني بداية ونطلاقة للنجومية إن شاء الله